اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية ويمكن تكون فقرتنا الأخيرة في حلقاتنا يعني بتتحدث بشكل مباشر عن التصدق وعن أعمال الخير لكن دايما بنحب نربطها ببداية الكلام وفكرة أننا بنخشى ربنا سبحانه وتعالى ونتعلق دائما هناك خوف وهناك رجاء في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وده لا يتأتى إلا بالتقوى وإلا بالعمل الصالح ايه رأي حضرتك في هذا الموضوع وفكرة أننا يعني هل نخشى الله بالعمل الصالح ولا نرجو الله بالعمل الصالح جميل في البداية نذكر آية جميلة جدا بتتعلق بالقصة دي توليها المربط بموضوع الحلقة نحن كنا نتكللنا في الخوف في آية ربنا سبحانه وتعالى أو بضع آيات يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربيهم ومغفرة ورزق كريم الآيات أنا عاوز أخذ التلات آيات دول وهنتكلم فيهم في حاجة مهمة جدا إحنا بنتكلم دلوقتي الخوف من الله سبحانه وتعالى هل يتأتى منه الفعل؟ آه يتأتى منه الفعل ويكون بمحبة يتأتى من الخوف الفعل ويكون بمحبة وهو ده فايدة من فوائد الخوف على فكرة لأن إحنا لو تكلمنا عن فوائد الخوف من الجليل تعرف حرارك كان سيدنا علي بن أبي طالب لما عرف التقوى قال التقوى هي الخوف من الجليل ببدايتها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل فربنا سبحانه وتعالى بيقول بقى من صفات الناس اللي هي بتخافئ بيعملوا ايه؟ إنما المؤمنون وإنما هنا أداة حصر من هم المؤمنين؟ إنما المؤمنون واحد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه جميل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يبقى واحد وجلت قلوبهم بس فيه هنا إشكالية ممكن الناس تسأل طب إزاي ذكر الله وجلت قلوبهم يعني إيه الوجل؟ استشعر الخوف طب منين ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب مش هو بذكر الله تطمئن القلوب طب إزاي إحنا بنقول هنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم استشعروا الخوف هنا خوف وهنا اطمئنان أقول لحضرتك لماما الرازي بيقول حاجة جميلة جدا لما حب يجمع بين الآياتين قال إنه في البداية عند ذكر صفات الجلال صفات الجلال إحنا عارفين صفات الله نوعين صفات جلال وصفات جمال صفات الجلال التي تتعلق بها فكرة الخوف العذاب الغضب الضرر كذا كذا دي صفات جلال قهر فالإنسان لما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى أو بيتذكر صفات الله سبحانه وتعالى بيستشعر الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى فده المراد طب النحية التانية تطمئن قلوبهم أول ما هم بيستشعروا الخوف بتكرار الأمر وبصفات الجمال بقى النحية التانية بيطمئن القلب فده بيتعلق بصفات الجلال وده بيتعلق بصفات الجمال فربنا بيقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا طب اتاني وعلى ربهم يتوكلون طيب اتاني الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات مش درجة ده درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم طيب الآيات دي تضمنت ثلاث عبادات مهمة جدا الصلاة والإنفاق الصلاة والإنفاق وعبادة قلبية يحنا ممكن نسميها عبادات قلبية بتتعلق بإيه بفكر ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق به الخوف ما هو الخوف ده أمر قلبي صح؟ والاطمئنان ده أمر إيه قلبي وعلى ربهم يتوكلون دي عبادة إيه قلبية يبقى فكرة الوجل وفكرة الاطمئنان وفكرة التوكل اللي رجع إلى أنها عبادة قلبية وفي عبادة بقى إيه بدنية يقيمون الصلاة وفي عبادة مالية ومما رزقناهم إيه ينفقهم فنوعوا تنوعت الأعمال ففي عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية علشان كراء ربنا سبحانه وتعالى أعد لهم في الأخيرة درجات ومغفرة ورزق كريم الآيات طيب إحنا بقى عاوزين نيجي ننزل الحاجات ديت على أرض الواقع فلق إن ربنا سبحانه وتعالى بيحثنا على فكرة الانفاق وبيقول لنا خلي بالكم من كون إنك بتخاف من الله سبحانه وتعالى لا تمنع رزق العباد ليه؟ لأن فيه من ضمن مداخل الشيطان التخويف من الفقر صحيح صح كده مش فيه ناس حضرتك تشوفي كده أنا بخافت أنا يعيدكم الفقر الله الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيدكم مغفرة منه وفضل والله واسع يبقى إذن الشيطان بيوعده ذكرك خلي بالك انتها تطلع ديت هتكمل الشهر إزاي؟ طب وفلوس المدارس وفلوس الدرس أي وماشي احنا هنرتبها مفيش مشكلة يعني أي حد توسوس به نفسه الكلام ده ده شيطان على طوق؟ ونفس الشيطان الفرق بين الشيطان والنفس ممكن نذكر الحتة دي من باب الشيء بالشيء يذكر الشيطان عامل زي الصياد اللي بيرميلك الطعم لو انت خدت الطعم وصدقته يبقى دي نفسك لو انت رفضت الطعم يبقى انت كده رفضت الشيطان ده الفرق بين الشيطان والنفس بحاجة بسيطة طيب هنا بقى لو أنا واخد على فكرة البخل بمجرد ما الشيطان يجي وسويسلي خلي بالك ده فلوس مش عارف مين او انت هتحتاج كذا لو أنا صدقت ومشيت يبقى كده النفس يبقى كتمع علي الامرين الشيطان والنفس طبعا انا لو عايز احاربهم اول ما الشيطان يبدأ يوعدني كده بيعدني وبيخوفني بمسألة الفقر استعيد بالله سبحانه وتعالى واذكر ايه اذكر ان الرازق بقى الفكرة بتاعة الضر والنافع مين هو الله سبحانه وتعالى فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعد الانسان الصالح الطائع الصادق المتصدق بيقول له ايه انفق انفق عليك واذاك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثا صحيح يقول ثلاث اقسم عليهم من ضمن التلاثة ايه ما نقص ما لعبد من صدقة الله ليه لانه بيعتقد في الله انه هو الرزاق وبيعتقد في الله انه هو النافع وبيعتقد في الله انه اذا ما انفق اخلف الله عليه في احنا قلنا في الحديث ما من يوم ما فيش اي يوم يصبح فيه العباد الا وفيه ايه ملكان ينزلان من السماء اللهم اعطي منفقا خلفا والتاني والتاني اللهم اعطي ممسكا ممسكا تلفا الاول اخلف اخلف الله عليه بسبب ايه انفاق والتاني ايه اللي حصل منه بسبب امساكه اتلفه الله سبحانه وتعالى فابواب الخير كثيرة بس الفكرة ان احنا بس نسعى على فكرة ساعات يقول ايه اصله عصر المعجزات انتهى اصله زمان الايات كانت بتبقى واضحة وجالية وتنزل كده على الانبياء وتنزل على الصالحين لا وهو فيه ايات بتنزل طول الوقت صحيح والدام عينينا واضحة وجالية برضو من ضمنها هي موضوع انه ربنا بيخلف وموضوع انه الصدقة لا تنقص فعلا من المال شيئا وموضوع انه الله يضعف لما هي شيئا صحيح دي حاجات ما فيهاش احتمالية يعني فيهاش احتمالية ومجربة صحيح واللي عارف موضوع الصدقات او ماشي في قصة الصدقات وكده هو شفح مليون مرة وشف الايات دي قدامه مليون مرة وشف حاجات يعني وبيبقى متأكد يعني بيبقى متأكد انه ايه لو طلع ده عارف انه هيجيله مش عارف منين بس عارف انه هو هيجيله وخلاص صحيح وكل مرة بيحصل بيجيله صحيح اه اه الاماكن بقى او الحاجات اللي ممكن نطلع فيها الصدقات حاجة زي المستشفيات والحمد لله والشكر لله ربنا منع لنا في مصر بكم هائل من المشاريع الخيرية واللي يعني 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 ربنا يعني يجزيهم خير انه هم بيعملوها على اعلى مستوى للفقراء وبالمجان من ضمن المبادرات اللي بتقوم بيا جمعية البر وتقوى جزاهم الله خيرا وده انا اعتقد انه هو من باب الاحسان صحيح لان الاحسان الى الناس باخراج الشيء الطيب لهم في قابها صورة وزي ما حضرتك ذكرت ده راجع ليه لفكرة الاخلاص طلب رضى الله سبحانه وتعالى الناس النهاردة بنلهم يا جماعة اوجه الخير كثيرة اوجه الخير كثيرة طب انا عاوز اعمل في المستشفى اتفضل طب انا مش عاوز اعمل في المستشفى اعمل في حاجة تانية اعمل بئر اتفضل اعمل في محطات التحلية اتفضل اعمل في كارتونة الخير اتفضل اعمل في المزرعة اتفضل اي باب من ابواب الخير ترجو فافعل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وده لي مصادر عديدة من القرآن ومن السنة احنا وان كنا بنتكلم عن فكرة الانفاق فاحنا بنتكلم من باب الاحساس بالغير لا يؤمن وحدكم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صحيح وسبح على اطلاقها صحيح وذكر بايه رب يعني وذكر بايه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صحيح لما يوميا بنطلع نذكر الناس بافعال الخير وتبقى فقرة احيانا تكون تقيلة على قلب حد لا احنا عايزين الفقرة الدينية طب ما دي فقرة دينية على فكرة او الله يعني دي فقرة دينية وفقرة فيها تذكرة وفيها يعني موعظة يعني الاتنين مع بعض والموعظة تبقى يعني قيمتها عالية لما ترتبط بنفع للناس وإحنا تعلمنا كده طول الوقت هم نتكلم أنه أنفع يعني خيركم أنفعكم للناس صحيح فطول الوقت إحنا بنشتغل موعظة وبنشتغل تذكرة صحيح وذلك هقول لحضرتك حاجة هو النهاردة أنا كعبد السامع عبد المنصو قاعد بقول للناس أحف الناس على هذا الأمر من باب إيه من باب فعل النبي على فكرة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان بيتكلم عن خيرية الناس قال خير والناس أنفعهم للناس أداله على الخير كفا أدال طب هو بقى سيدنا النبي كان بيعمل كده أيوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحث الناس على خرج الصدقات من ذلك فكرة غزو التبوك لما كنا بنشوف صحابة سيدنا النبي لما كان بيأمرهم في فكرة التصدق بيلاقي صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوش وقاله إيه ده هو عاوز مننا أموال علشان نجهز الجيش أيوة معلشان يحميك عشان ينفع إخوانك عشان يحمي عرضك وعرض إخوانك إلى غير ذلك يعني كده سيدنا النبي كان بيحث الناس أيوة بيحث الناس وبيأمرهم خرجوا الصدقات اتقوا النارة ولو بشق تمره أي حاجة ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيأمر في البداية طب هو ربنا هيأمر من خلال إيه من خلال الرسل والرسل من بعد الرسل العلماء والعلماء ورثتوا الأنبياء فإحنا بنبلغ ما جاء في القرآن وما جاء في سورة والله أنا دايما ساعات أشوف ناس بتشتغل في مراكز مرموقة وفي أماكن وسكنين في حتته ويقولك أنا بشتغل أنا بشحة رضا ربنا عن طريق إن أنا بوصل فلوس دعاء اللي مش عارفة من فلوس عبد السلام عبد المنصف لحد محتاج ودي هو بيشتغل كده طول عمره وهو يعني طب إيه عمل يعني مخليك بتشتغل في القصة دي هو عايز مرضات الله صحيح أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله